أبو بسام ما توغزنا تأخرنا عليك مساء الخير مساء الخيرات أخير ستا سمير ما رأيك في كل ما قلناه سيد أبو بسام ذهب الائتلاف إلى جينيف هذا العراق الذي حدث يعني البارحة ما هي الداخل السوري بكل ما يحدث بالمشهد السياسي داخل الائتلاف الوطني وروقت القرار العربي والعالمي تفضل سيدي لك الهواء أبو بسام ستا سمير فقط أن يوجه للمعارضة في الخارج ومن في الداخل أيضا وكل من يهتم بالشأن السوري فقط أن يتقوا الله بهذا الشعب بهذا الشعب الذي أصلح يحاصر بالرقمة عيشه وبالكهرباء وبالماء والمحروقات حتى يخضع فقط تفكروا بهذا الشعب أنتم أعدونا الأغلب في الخارج لا يموت ما يحدث في الداخل فقط أنظر ما يحدث في الداخل المدنيين لم يعدوا يتحمل أكثر من هذا حان الوقت لنجد حلا للجهاز المأساة الذي يخضها الشعب السوري منذ ما يقعب سلا سنوات نعم طيب يبدو الصوت غير واضح معك أبو بسام عذرا منك فقدنا الاتصال على ما يبدو مع الأخ أبو بسام